واخيرا الجدعان ده اقوى موبايل من جوجل البيكسل 8 برو الجديد وخاني اقول لك عزيزي المشاهد انك هتشوف ما يشبه السحر في فيديو النهاردة ولعزبالله وده بالذكاء الاصطناع الرهيب اللي جوجل مستخدمها في الموبايل ده يا كماعة بجد اللي بيعمله الموبايل ده مش طبيعي وبرده لا تنسى اني هقولك على كل الحاجات التعبانة في الموبايل ده اللي ما اعجبتنيش وشايفها فاكسانة تماما انت عارف امعلم ان اللي ما بيجدنيش باقوله لك برده في الفيديو المهم قبل ما اقول اي كلمة خالص هاريت كلنا ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويلا بينا نبدأ على طول فيديو نهاردة ده الموبايل يا جدعان وطبعا انت عارف ان انا فتحته قبل كده ولكن ايه؟ عايزة عايشك تبربت الانبوكسنج يعني ايه رأيك بس في الزاوية اللي فوق دي بسه ونظمة الكاميرا فوقه بتعمل حركات والله وجدت لك بقى معلم اللون الازرق من الموبايل اللون خطير يا جدعان بجد احلى لون اصلا من الموبايل عندك ثلاث الوان لون الازرق ولون البورسلين ده اللي هو اشعر مفهمش في الالوان بتعارفين يعني السلون كده وعندك اللون ديسوه لانا برضه محبتهوش تماما يعني فاللون الازرق ده كان احلى لون في يوم ومعلك طبعا كنفيرتر صغير كده من يو اس بي اي ل يو اس بي سي وكابل الشحن موجود في العلم وكتاب تعليمات نولو وكده صغير حد شايفته عشان بيش يعرفوا اقروق اصلا انتفهم؟ بتاع ده عايز عدوسة مكبرة يعني المهم دي كل محتويات العلم فيش محتويات اصلا صباحة في قول جوجل وقابل بيتحاكوا علينا مناخر اتعرف الحوار ده هليننا بقى نتكلم عن التحفة الفنية اللي معنا النهاردة جماعة اللون ده خطير وبعدين السنية دي جوجل عاملة كده ايه الموبال تعيسه لون ما بين الازرق واللبني ومطفي كده انتفهم؟ بجد طحفة وبعدين فيه كروفات كده بقت موجودة زيادة الموبال ما بقاش بيبصم خالص بقى حلو قوي بجد ممكن يكون واحد من اشيك الفلاكشيبس الموجودة في السوق ويمكن يكون ده اكتر فلاكشيبشيك يعني اشيك من الايفون كده كده الفتين برو تعرفين انا الشكل ده زهبت منه اصلا بقى افكسان خالص بالنسبة لي والموبال ده اشيك والاس 23 ultra كمان الموبال بقى اشيك منه بجد الموبال شكله حلو واقع الحقيقه الكاميرات طبعا التحبوا مع بعض كانوا كاميرتين وكاميرا منفصلة بقى التلاتة مع بعض نفس اليمة كده وكبر حجمه يقول لك انا يا باشا احنا مستخدمين سنسورات كبيرة وحاجات وعندك هنا خرم غريب كده دايرة مش تفهمها انت طبعا ولكن ده ترمومتر عاملة انا معرفش ايه بجد يمكن يحطه ترمومتر في موبال الموضوع غريب شو قايا بس هنستخدمه و هتشوف استخدامه دلوقتي وزرار الباور والفوليوم المتشاقلين على اي موبال تاني طبعا طول النهار عام فرد على زرار الباور ده عايز ان هو الفوليوم اوب مثلا عايز عالي الصوت ولا حكا تعاس نشيل الجمال كده بقى الحلاوة بقى والحاجات الجميلة دي واخيرا ده الموبال الجدعان يعني الواهل الاولى كانت بص على الموبال انت خلاص معجب بيه ومغرم بيه من تحت هنا انت عندك سماعتين والي اس بي سي وعايز اقول لك ان الظهر الموبال ووش الموبال اللي اثنين ازاز والاثنين عليهم كورنين جوريلا جلاس فيكتس 2 يعني المفروض ان هما ضد الخربيش تماما والمفروض برضه انه يقوم معاك بعض الصدمات البسيطة ولكن ما تجربش عزيزي عشان هيتفرتك منك طبعا على فكرة الموبال ده ضد المياه والأتربة بريد اي بي 68 وقعد معاك متر ونص تحت المياه لمدة نص ساعة وما يغرقش عادي فاش مش كده شاشة الموبال هنا 6 و7 من 10 انت شاشة OLED بريفريش ريت 120 هرتز ليوصل مستوى سطوع بتاعها لحد 2400 نتز طبعا دي برايتنس ممتازة واخيرا انهم علوها عن جيل الفات كان جيل الفات كوميدي بالنسبة لي الحوار ده الصراحة يعني الشاشة حتى انا عايز اقول لك دي كلها شمس انت فهم والدنيا متشافة عادي في الكاميرا قدامك هوا ففعلا فيه شغل باين في الشاشة السنة دي كمان الحواف الى حد ما صغرت وباية كلها قدى بعض فوق وتحت المين وشمال ولكن استيل برضه يجب ان تبقى عارف ان دي مش اصغر حواف اي موبايل لا فيه موبايلات على فكرة فيها متوسطة حوافها زي دي ويمكن اصغر سنة وانا اقول لك سنة يعني سنة بجد مش كتير اغبى قرار جوجل بتاعته في الموبايل ده فعلا لحد الوقت هو فكرة ان بصمة الموبايل تحت الشاشة دي هي بصمة اوبتيكال مش الترسونيك زي اي موبايل تاني طبيعي في الدنيا مباراة فيها متوسطة البصمة بتاعتها اسرع من الموبايل لا انت عندك هنا بصمة اوبتيكال عادي جدا القديمة وعلى فكرة هي كويسة انا عايز اقول لك هي حلوة وكل حاجة وعملية وساعات بتغلط تمام وبالذات لو صبعك ما بيول مسألنا وحاجة ولكن يا جماعة ليه بجد مش حطين الالترسونيك انا مش فاهم يعني البصمة الارترسونيك احسن منه وخصوصا ان انا دلوقتي مش مركبه سكرين بروتيكتور انت لو مركبتو سكرين بروتيكتور هيبدأ يرخم معك شوية في البصمة وبرضو ستيل هيفتح معك بس ستيل برضو ريخة ترتب على ده ان هم اهتموا بالفيس ايدي هنا هم هيا خلينا نقول الفيس ريكليشن يعني عشان برضو الفهم المسمايات دي مهمة برضو المهم ان السنسور الموجود في الكاميرا ده اتطور جدا وبقى يعني عملي قوي معك في نفس الوقت امان جدا ما يفتحش بصورة حد مش عارف ايه يعني فهم الكلام ده وده خلى جوجل تبدأ تستخدم الموضوع ده كواسيلة امان مثلا لابليكيشنز البنوك والحاجات اللي ممكن تفتح بصوردات مهمة تفتح بوشك عادي جدا وعلى فكرة هي سريع جدا نبص كده معي اخطور يا شافت وشي بتفتح اصلا اسرع من البصمة تماما مش تستخدم البصمة فك اكباب لحاجات الهاردوير وكده ده ده شكليات وجميلة جدا على فكرة ولكن في حاجات اجمد من كده ارزل نتكلم عنها دلوقت وخليني نخش بالسخن علاقه في بعض الحاجات الايه ايه بقى اللي جوجل اختراعتها في الموبايل ده المهم نبدأ باول حاجة كده واهم حاجة انت هنا مثلا لو عندك صور سواء متصورة بالموبايل او باي موبايل تاني ودي حاجة جمد اوي قدرة الموبايل ده ان هو ينفس كل الحاجات دي على اي صورة طالعة من اي موبايل او كاميرا تاني فمثلا الصور دي على فكرة كلها متصورة بالموبايل تاني هتشوفو له مراجعة مرائب جدا مثلا دي صورة انا لسه مصورة تحت دلوقتي حالا تمام كده الصورة دي فيها عربية وبتاقو الدنيا هاي فنيجي هنا مثلا على ادت كده وبعدين اقول له الماجيك تول دي اللي بتوع التلاوي الالوان كتير دي هتبدأ تعمل ليه بقى من هنا كده ممكن تعلم مثلا على العربية دي كده كلها هو كده اختار العربية هو وبعدين اقوم وياخد العربية دي ووديه في حتة تانية ممكن ان خلية العربية دي مثلا هنا كده في الصورة هنا بدل ما هي وراء هنا خلية قدام وبعدين ممكن اكبر حجم العربية لحد ما ممكن خلية وقفة هنا بس سننا خلية وقفة هناك العربية دي واقول له تمام كده انا عايز اكبر حجم العربية وحطها في المكان ده بص الموضوع بمنتهى السهولة انا عندش اي حاجة فيش محتاجة تتعلم فوتو شوب خلاص الموضوع بقى تأمينة كده على الباب انت يا باشا عايز تنقل العربية دي تحطها هنا يا باشا تحت امرك احنا خدمين اي حد اهد مش بشي بشي بص امعلي العربات حركت وتحطت هنا وبص مكانها هناك يا باشا تشار ولا كأن في حاجة اصلا كت موجودة هنا تفهموا العربية تنقل طبعا انا كنتش محدد الدنيا صح اوي ففي بعض الحاجات ايه مش مزبوطة جدا العمود ده يا غالي مش عاجبني ان انا العمود ده انا عايز شيله بص علمني على البتاع ده كده اقوم شايل العمود ده وبعدين اقول له ايه ريز اصلا بقول لك يشد لي بقى الجزء ده اصلا من الصورة انا مش عاجبني العمود ده خالص اقوم شايل العمود بمنتهى السهولة يا باشا انا مش عاجبني العمود في الصورة طبعا فيه طريقة اسهل كمان للريموفر بس بص امعلم الدنيا العمود تشال كله يا باشا فيش اي اثر للعمود وحط لك مكانه هنا مثلا تويت ارض ايه موجودة والدنيا تمام بص وعندك كذا نتيجة طبعا في نتاج احسن بص النتيجة دي احسن مثلا دلوقت انا شايف حتى الارض وبتاعي باشا خلاص هو شال العمود من الصورة شكرا للذكاء الاصطناعي كله يا باشا ام سايف الصورة بقى عندي صورة خلاص رسميا كده انا مصورها بعمود دلوقت يا من غير عمود في ثواني والاجبت بقى كمان مثلا صورة زي دي اجدوس ايادة كده عليها ومن طولز هنا عندك حاجة اسمها البيست تيك هتختار الابشن ده والابشن ده تصيع لدرجة متى تخيالهاش انا متصور في نفس الوضع ده كذا صورة بكذا شكل مختلف فبص كده اممكن اعمل ايه اغير شكلي ده كده اخليه بالشكل ده بص كده ده ابشن تاني على فكرة دي نفس الصورة انا بس هو شر راسي اللي في الصورة دي وحط راسي اللي موجوده في صورة تانية بشكل تاني فهم يعني مثلا هنا انا انت فهم حاجة هو نفس المكان اللي قاعد فيه بنفس الحاجات اللي حواليها بس هو شر راسي وحط راسي من صورة تانية وبهذه السهولة ومش باين اي اختلاف يا جدعان ولا اي حاجة يا باشا يوارك انه قص راسي وحط راسي عادي خالص طبعا فكرة الحوار ده اصلا ايه بقى ان انت لما بتصور مع اصحابك مثلا في صورة انت وخمس او ستة مثلا على حاجة متصورين كذا صورة طبعا عشان يعني في الاخر صورة واحدة حلوة وانا افترض الصورة الحلوة دي كان فيه واحد م بس في صورة تانية كان مفتح وتقدر ان انت تاخد راسي المفتحة دي في صورة تقوم واخدها من الصورة دي تحطها في الصورة اللي انت عجباك انت متخيل الموضوع بهذه الصورة وبتعرف على وشوش كل الناس اللي في الصورة عادي جدا بمنتهى الصورة الموضوع بجد خطير لا بجد الموضوع وصل لدرجات من التطور رهيبة يا جوجل الصراحة او بقى خلاص جوجل افترت في الحتة دي قالت لك يا باشا احنا بتوع الالجوريثم والاي اي والحاجات دي احنا هنفتري على الشركات كلها هناك صوت وش كده تعال العربيات وصوت الهوا صحي كده، ، دعنا بقى نضغط على أديت هنا كده ، وعندك هنا فلاحة الاؤديو انت تلعب فيه هنلعب كي في الاديو بس enид let's get on audio. بيقولك ايه بقى باشا? بمنتاع قوة وستخها في الموبايل بيقولك اي باشا بس احنا دلوقتي عندنا ايه، عندنا واحد بيتكلم قد تعرفنا على صوته صحنا اسمه speech فيه ويند في الفيديو ده فممكن برضه نقدي لها شوية سقول له دون واسمها بقى باشا الصور الموبايل هنا برضه بصور فيديوهات 4K بالكاميرا الهوامية لا فيش انا مش سامع بقى ولا صوت الهوة ولا صوت العربيات والحلو في الموضوع ان كل حاجة بعد ما بتصور الدنيا يعني انت ممكن بعد ما تصور فيديو ولا حاجة تلاقي فيه فعلا ان شاكل انت عايز تحلها دلوقتي اعمل ايه او مثلا صورة معانة ولا انا متدايد انا كنت متصور مع فنان مثلا ولا حاجة وبشي مغمد وفي صورة تانية تقوم معدل الحاجات دي بعد ما تاخد الصور اصلا الموضوع ده جامد انت خلاص رواحت بيتك اتصدمت بالنتايج دي طب ايه انا معايا البيكسل ايد برو يلا نظبت الحاجات دي بمنتهى السهولة طبعا انت مباهر بكل الفيتشيرز بتاعت البيكسل ايد برو والحد دلوقتي انت لسه مدعستش اللايك بتاعك وانا نسيت افكر في اول فيديو فقط اتفضل دلوقتي حالا وامسابسكريب لو اول مرة تشوفني على يوتيوب عشان تشوفني تاني بقى فيديواتك مد مني كمان وكومنت تحت حالا برأيك في الفيتشيرز الرهيبة دي قولي انت شايف ايه قولي انت شايف المستقبل رايح فيم بجد الموضوع مرعب والمهم لايكك بس ما تنسويش دلوقتي ايه بشان لو لسه مدعستش اللايك الموضوع هوصل بقى ايه للوول بيبرز الخلفيات نفسها معل يعني مثلا هنا كده ام اختار وول بيبر ومن هنا كده ايه اقول له مور وول بيبرز فكك بقى من الناس اللي بتخش تحمل بقى خلفياتك مش الكلام ده انت مش هتحمل خلفياتك في المستقبل انت هتعمل الخلفيات اللي ات عايزها باللون اللي ات عايزه طب جد هاجي هنا مثلا اقول له والله يبص انا عايز سورة ياسيدي تاور عايز سورة بورج البرج ده يبقى معمول من ايه يا معلم من القطن قطن انا مش عارف ليه بصراحة بس تمام يكون لونه مثلا مثلا انا بحب لون ايه احكيين ازرق في بقى نفسي يلا عملي بقى الخلفية اللي انا قلت لك عليها دي بص بقى لا يحسن دلوقتي انا والله اول مرة اختار حاجاتي دلوقتي حالا في الفيديو فاحنا عايزين نشوف النتيجة اللي هيطلحها ايه بص يا باشا عمل لك بورج كده من القطن تمام زي ما انت شايف كده ولونها اللونين اللي احنا عايزينه يا باشا خلفية جديدة تمام والله شكلها جامد قوي على فكرة وبعدين اقوم اقول له حطها اللي بقى هومولوك سكرين عملت جديدة اخترعتها في الدنيا انت فاهم حاجة؟ بس يا باشا والله بتاعتك يا باشا وعلى فكرة شكلها جامد قوي وبريزيديوشن عالي بس بمنتهى السرعة كده واحدة من اقوى الفيتشيرز برضو اللي جربتها في الموبايل ده وهي فكرة ان انت لو فاتح مثلا ويب سايت او مقالة وبتقرأ فيها وكده خنابس انواتي البرائتنس شوية فانت فاتح معلما هو كده وفيه كلام بتاقل ممكن تقوم دوسة طويلة على ترار الباور كده اقرالي يا باشا بتاع ده انا مش فاضي الكلمة مش فاضي اقرأ الصراحة اقرالي اللي بتاع ده بقراري اللي في الصفحة تفاهم الموضوع عاملت ازاي خلاص يا باشا انا مش محتاج اقرأ أصلا هو اهد بقرأ هو انا معرف على فكرة ممكن تخليك امان يترجم الصفحة ويقرأ الاكبر عربي وحاجات كده بجد الموضوع جامد وانا بحبي دايما ان الشركة تضع حاجات مش موجودة عند اي منافس ثاني فكرة حتة دي جامد اوى حاجات لتقدر بسمن يعني انت مثلا ممكن حد يروح يشتري البيكسل لانجى ميزة NAI التي نستخدمها مستخدمها دلوقتي اي حالة ممكن هو يحتاجها في شغله او في يوم وفهوم ساعتها الموبايل ده او ب2000 دولار او هاتف صارع كده بكتير وانتقلم عن غير مكتبات واهاتف استعاز بكتر اتنا حكيم وحكيمه الكودين دول شغالين معك في نون مصر والسعودية والامارات تقدر تشتري بيهم بأي حاجة خالص وانت خلاص في اخر خطوة جاي تحاسب هتدخل الاكواد دي تاخد خصم على اي منتج على نون نوت كوم والتوصيل مجانا لحد باب بيتك عمعلم اكواد مهم مكتبه عندك في النوت اكتبه عندك على الموبايل وعلى حاجة هتحتاجها لما تجي تشتري وبس كده امعلم خلينا نكمل بها الفيديو المهم النقطة اللي بعد كده في الموبايل ده واللي لازم نتكلم عنها واللي فوقت نظر هي اضعف نقطة في الموبايل ده وهو المعالج اللي موجود فيه البيكسل 8 برو جاي بالجي سري المعالج جوجل جوجل تنسر بتاعهم يعني المهم ان المعالج ده وسط كل معالجات الفلاكشبس اضعفهم بص انا لازم اقولها لك صريحة فاش حديجي يقولك لا يا معالج ده قوي مثلا واحسن مش عارف من اس 23 مثلا او احسن من ايفون 14 برو المعالج اللي هنا ده معالج ضعيف ده مش اقوى معالج اللي ينفع الفلاكشبس ودي حاجة مدقالي جدا من جوجل الصراحة ولكن فكرة ان جوجل اللي مصنعة وهي اللي عامل الصوفتوير فميديك تجربة اداء ثلثة جدا فعلا تقرب جدا من اداء الايفون ويمكن تتفوق عليه في حاجات فعلا وبالذات لو ابليكيشن من جوجل وهكذا هتلقاش غلب ثلاثة هنا رهيبة زي ما قلت لك فكرة ان هما اللي عاملين هاردوير وهما اللي عاملين صوفتوير فالنتيجة مرعبة عن اتكلمك بجد والله هذا الموبايل ده سلث جدا وعلى سيرة تبقى ان الصوفتوير بتاع جوجل فعايز اقول لك شيء رهيب جدا في هذا الموبايل ده وهي انه جوجل رسميا اعلنت ان هذا الموبايل ده يوصله ابدال حد سبع سنين قدامه انت عارف يعني ايه سبع سنين؟ انت مدرك يا معالم النهاردة احنا كم؟ احنا في سنة 2023 يعني انت معاك سبع سنين من النهاردة يعني احنا نتكلم في 20-30 على ما هذا الموبايل ده يقفلوا الابديت يعني انت ممكن الموبايل دي قعد معك ما لا يقل عن سبع سنين لو انت عايز تحافظ عليه بقى 8-9 سنين عادي يعني لو قعدت سنة زيادة ولا سنتين غير صوفت وير أبديت ولكن انت هيوصل لك كمية أبديت رهيبة عن اي موبايل تاني في السوق دي حاجة على فكرة نتكلم عليها دايما في موبايلات ابل موبايل بيطول معك سنين قدام والصوفت وير بيبدأ مدعوم لفترات كبيرة انت هنا جوجل حطت المنافسة دي معاها دي حاجة جمدة جدا من جوجل للصراحة ومش بس بيقول لك السوفت وير لأ كمان قطع الغيار هده المتوفرة في السوق لحد سبع سنين قدام وهكذا بجد الحاجات دي بتفرق مع المستخدم اللي عايز موبايل يقعد معه سنين مش جايب موبايل يغيره كل سنة او سنتين الموبايل زي ما قلت لك سريع جدا موبايل فعلا ما بيعلقش ما شفتش فيه حاجة بتعلق فعلا ولا اي حاجة خالص كل حاجة سليسة وسريعة هنا ولكن خلينا نجرب هنا الالعاب لان الالعاب هنا فعلا ما بتلعب على أحلى ستنجز انا مش عارف بصراح هلا المعالج اللي مش مدعوم ولا هي دي قوة المعالج قلص يعني هو ده كده انا عارف بصراح خلينا نجرب كده مع بعض باب دي مثلا طبعا انت هنا في الموبايل عندك سماعات ستيريو صوت طرع من الجامتين الموبايل هنا بيلعب على HD Auto Framing Extreme ممكن تشغل Ultra HD برضو عادي جدا تحميلها ولما تجيبها على سموزي يبعندك برضو Option Extreme ودي حاجة زي ما قلت لك انا مستغربة شوية مش مدعوم في الالعاب ممكن انا معرفش الصراحة ولكن ممكن في المستقبل ينزلوا 90 فريم انا معرفش برضو خلينا نجرب كده اللعبة صوت الموبايل على فكرة حلو صوت المتوسط اللي هو مش هقولك اعلى حاجة ومش هقولك ان هو واطي لأ صوت عادي طبيعي صوت الواضح بتاع جوجل على فكرة نفسي اللي كان موجود في 7 برو مش حاسس برضو بفرق كبير يعني او حاجة واللي هو بالمناسبة صوت حلو انا مش قصدي ان هو واحد سوف نقوم بعمل اللقطة بالفيديو ونقوم بعمل حاجاته اه مصدداد جابني من فوق كيف انا شفت سمو عليكم سمو اتلني نعم على وطنه اتلني هذا HDR و Trimit Extreme هنا كويس وقت الفايتات مثلا مش بيلاج معي او حاجة واخذ كواليتي عالية كده في اللعبة والشاشة الكبيرة بقى هنا برضو جامد او الصراح في الالعاب سمو اوه صراح في الوصول يا رجالة هاتي كلية اه 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 شاهدني يدلع فوقي اوه اد هذه كلية ثانية اداء الموبايل اداء جدا على فكرة جدا في العلعاب انا لم تقول ان هو بحش ولكن كما قلتلك ده مش اعلي اداء في العالم ده امفروض الان يكون فيه منافس جدا مثلا لسان درجون اجنت سيري اللي هينزل السنة دي ده مش حاصل هنا هي دي النقطة فطبعا على مواقع البنش ماركس وعكذا هتلاقي حتى أرقامه يعني عادية فاهم فاكرين بقى الدائرة اللي كانت موجودة هنا في الكاميرات دي اللي هو الترمومتر تعالوا دلوقتي حالا ونشوف كده الدينية بتقول لي معنا هو ده الترمومتر يا معلم بتاعهم انا بنغلي المية طبعا عشان نجرب لازم نشوف الدقة بتاعتها هتلاقي حطين هنا في الكوباة دي مية مفوضة انها مغلية طلع دوخيانا على فكرة عارف بان في الكاميرا لا بس تمام فتعالوا كده نجرب نشوف الدينية بتقول لي هقول له معلم انا اجيب لك مية هنا هو وتعالوا نشوف هيئسها ازاي هو طبعا كلما بدزله اكتر بيحس بالحرارة اكتر دلوقتي واحده بستين مثلا على سبيل مثال لو عايز ائس درجة حرارة جلدي مثلا جسمي انا اه واحده ثلاثين عادي هذا طبيعي مفوضة اقل من كه سنة اوات ترمومتر انا شغال ليس لعبة ولكن هذا ليس ترمومتر اساسي ان انت تضعه على لسانك وتحسس ومش اعرف ايه وما لسه ماخدوش اصلا الدرجة اللي هو تبقى طبية بالنسبة للكاميرات اللي حصل فيها تطور كبير عن السنة اللي فاتت ولكن برضو هقولك تاني هو تطور عن السنة اللي فاتت ولكن بالنسبة للفلاكشيب الكاميرا حلوة ليس الواو انت فهم حاجة ده مفوت فلاكشي يا جماعة مفوضي نافس ال S23 Ultra او ال S24 Ultra او ال iPhone 15 Pro اللي نزل لا اوما انا مش حاسس انها لسه بتنافس ولكن انت عندك هنا تلات كاميرات في الظهر الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل فاتت العادس F1.7 الكاميرا التانية تليفوتو 48 ميجا بيكسل وكاميرا الالترا ويد 48 ميجا بيكسل والكاميرات هنا على فكرة تطلع صور ممتازة معاك سواء في اضاءة قوية او اضاءة ضعيفة سواء الصبح او بالليل صور اللي طلعها حلوة صور شارب صور فيها تفاصيل ولكن هرجع اقول لك ثاني نقطة الفلاكشي بداية جماعة مفوضي يعني الكاميرا على سنجة 10 اللي هو مفيقاش غلطة اللي هو من الاخر تطلع علي صور بوم بس هنا الموبايل ده بيطلع صور بوم بس اللي هو عادية صور البرتريه هنا حتى ممتازة على فكرة العزل هنا حلو قوي ومعدين بقى فكرة التعديلات اللي هتتعمل بعد وانتصور كمان خليت اجربة الفيديوهات هنا والتصوير حلو قوي حتى الكاميرا الخلفية هنا تصور فيديوهات 4K الى 60 فريم والفيديو هنا تطور جدا وانت اجربة تصوير فيديو 4K بالجوجل بيكسل 8 برو وتفرج معلم على كواليتي كاميرا جوجل يعني حاجة بجد جمد قوي وقريبة قوي من كواليتي فيديوهات الايفون ومن كواليتي ال S23 Ultra ويمكن تتفاق عليهم في حاجات كمان بص الالوان الفيديو عامل ازاي وانت بتتحرك اللي خلي بالك الشمس قوي جدا فيش حاجات ملسوعة لدنيا كل حاجة فيها كنترول حاصل الاستفلاليزيشن واضح قوي في حركتي وانا ماشي وده برضو صوت الميكروفون بتاع الموبايل انا بش مستخدم اي ميكروفون خارجي فممكن برضو اتوحكم عليه ومن لسما الكاميرا السيلفي هنا فهي كاميرا 10.5 ميجا بيكسل مش عارل بصراحة 10.5 ميجا بيكسل 10.7 ميجا بيكسل تاخد صورة واسعة مع صحابك وفي نفس الوقت عادي لو عايز تصور بالمعلم هي هتكرب في السنسور وتصور بها عادي جدا وعلى ذلك الاسكين تونز بتاعتك حلوة كواليتي تحت الصورة نفسها تستخدمها على السوشيال ميديا على طول من غير ما تعدل عليها جوجل عاملة عارف زي افكت كده حلو في الصور ولكن اريد اقول لك على حاجة مثلا السيلفي اللي هنا ده انا بحبه عن الايفون 15 Pro بجد 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 انا دي ما بحبش سيلفي الايفون خالص وانا اقل لكم على الحاجة دي السيلفي هنا بالنسبة لي مفضل جدا عن موبايلات ابل ويعني ممكن يكون قريب لموبايلات سامسونج ويمكن يعني الاس 23 Ultra كان احسن شوية واكيد الاس 24 Ultra هيبقى احسن عشان كده اقول لك يعني ممكن نرتبهم كده من حس السيلفي الاس 23 Ultra بعدها الجوجل بيكسل 8 Pro بالنسبة لي الكلام ده وبعدها الايفون 15 Pro اللي انا ما بحبش سيلفي التعاطل خالص وبرده الكاميرا الاهمية هنا بتصوية فيديوهات 4K والدي الفيديو في الموبايل على فكرة حلوة جدا وبذات انه هو ريزوليوشن عالي 4K وعلى فكرة انا في الظروفه ده دي الوقت مش احسن حاجة الشمس بدأت تغرب خالص وصوت الموبايل نفسه حتى الميكروفون يعني كويس جدا انا ما عنديش اي مشكلة خالص مع كاميره الموبايل ده واخيرا بالنسبة للبطارية البطارية هنا كبرت عن السنة اللي فاتت شوية شوية غنططين قد كده وصلت ل5050 ميلي امبير اور زي ما قلت لك انا مش عارف اللهم ليبي اميروا كده في الاسبكس ايه 5050 يعني 50 دول ايه انا مش فهم يقول 5200 قول 5100 50 يقول 5500 وللأسف الموبايل ده لسه بدعم سرعة شحن 30 واط بالكبل يحن لك من صفر ال 50 في المية في نصف ساعة ومن صفر ال 100 في المية معادي الساعة بشوية 5 دقايق ساعة و 10 دقايق على فكرة بسرعة 23 واط ويدعم الريفيرس والس شارجين على الموبايل ممكن ان يشحن الايفون مثلا من ظهر ايش تشغيل ميزة وبتقدر تركب البيكسل هنا شريحة اتصال واحدة فعلية وشريحة اسم طبعا نفيش مكان لكارتة ميموري وهو النسخة موجودة من البيكسل 8 برو هي النسخة الـ 1228 ويعلم عنا النهاردة من الازرق ده النسخة ده سعرها 1000 دولار ويعني انا شايف طبعا بالنسبة لأي فلاكشب هو ارخص منهم ودي حاجة كفكرة كويسة جدا ونقطة تسعير جوجل دايما بتبقى فجون طيب قابل هتتنزل مثلا الفلاكشب الكبير البرو ماكس مثلا بـ 1200 دولار طب احنا هننزل بقلب سامسونج هتنزل بـ 1100 او 1200 دولار احنا برضو هننزل بقلب احنا اقل منهم عشان يبقى دايما بفكرة الـ 200 دولار ده رقم كبير برضو انت لو هتشتري فلاكشب يعني 200 دولار برضو رقم انا شايف ان ده صفقة مسهلية يا جماعة ويأخد يعني فوجة نظري كده 8 من 10 والاتنين دولار احنا اصطم لان اذا ما اقول لك هو مش الواو في البروستيسور ومش الواو في الكاميرا ليه فلاكشب ستانية اقوى منه فهم ولكن بالنسبة لسعره فهو يستحق كل يعني ماليمة تتبعه في الصراحة وانا جدعان ده كان رأيي في الجوجل بيكسل 8 برو الجديد استني اعرف رأيك انت تحت في الكومنس دلوقتي حالا انا اقرأ كل كومنس انت عارفين وارد عليها وطبعا لو لم ترى الفيديو الايفون 15 برو الجديد والايفون 15 برو ماكس الفيك فالفيديوهات ده قوية جدا ولازم تشوفها من الايو اللي فوق دي او من لينكات تحت الوصف دلوقتي حالا انزل شوفها بمعلم عشان بجد تتبسط وبالذات الفيديو الفيديو ده الايفون 15 برو ماكس فيديو ما يتفوتش الصراحة وكذلك اشتركوا في القراءة وشوفوا على لايك وشوفوا على اشتركوا في الكبير وعلى اخر فيديو جديد بيس